لم يتبقى على موعد زفافه سوى أيام معدودة لكنه جاء محمولا على الأكتاف من العاصمة بغداد بعد أن اجتمع عليه ثلة من أقربائه وأردوه قتيلا طعنا بالسكاكين إنه الشاب الفلوجي أكرم فلاح العيساوي صاحب السبعة والعشرين عاما كان ضحية خلاف عائلي ليلاحقه الجنات إلى مكان عمله ويقتلونه بطريقة بشعة انتقاما من وارده صارت لقوة بين أخوي وبين واحد من الطرف الثاني يعني لقوة بسيطة مع راشديات لأكثر والأقل ما بيها لا شيء أي شيء ما بيها وعلى أساس يتم الصلح ثاني يوم ماخذين سيارتين حملات تسع نفرات وسيشاتشين وعصي وراحين على مكان الشغل اللي يشتغل بيه ابني يومية الصبح يجي ياخذ أكو مطعم بالمنطقة هناك يجي ياخذ ريوك يودل للعمال هم وين ماخذين خلين سيارتهم برا المطعم فمن نزل هو واخوه وراحم للمطعم أخوه طب داخل المطعم ياخذ ريوك وهو ظل واقف باليم السيارة على الشارع طالعي لتسع نفرات ضربوا أول اثنين وقع بالقاع ضربوا ببوري حديد وعصى وقع بالقاع ورما وقع بالقاع يتمم علي خمس نفرات بسيشاتشين والدته التي كانت تتهيأة لتفرح بزواجه أصبحت اليوم مكلومة على فراقه ولم يتبقى لها سوى الجلوس أمام صورته ويتحدثها من هول الصدمة فيما تطالب الجهات المعنية بالقصاص العادل من الجنات والله ابني راح مظلوم وطالب بحق العدالة بالإعدام للمجرمين اللي نفذوا هاي الجريمة الفاجعة الكبيرة كنت تتحضر العرسة وحرمواني من فرح تيبي وقل حسبي الله ونعمل وكيل عليه ولا تختلف هذه الحوادث الجنائية عن الجرائم البشعة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية في تحدي واضح للأمن والاستقرار من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة